بعد ساعات قليلة على عرض قصتها من على شاشة التغيير نحن الآن نجلس بضيافة وزير العدل العراقي خالد شواني بصحبة العائلة البغدادية التي تلقت تهديدات من متنفذين حاولوا سلب أرضها الوزير جلس مع العائلة فاستمع لقضيتها ثم وعد بحلها ضمن الأطر القانونية معاني الوزير العدل ما قصروا كل شيء واستقبالنا وكانت المناشدة مالتنا البارحة نسوناها مباشرة المكتب استجاب لها المناشدة وصلنا إلى بأسرع وقت وإجراءات كانت كل سهلة لدخوله والحقيقة هو أمر وهو تفاصيل كانت كلها بالعدل يعني وقف الإجراءات التنفيذية اللي على الدار لحين المحكمة ما تبصل بالدعاء اللي راح نقيمها إحنا حاليا كابوس فقدان أملاك العائلة قد زال بعض البدء بالإجراءات الرسمية الفعلية ومعها توجه محمد الشكر لقناة التغيير لعرض قضيتها ولوزارة العدل لسرعة الاستجابة على ما طرح والله استقبال مشرف الله يوفقه وحفظه إن شاء الله وما قصر ويانا الأستاذ حولها على قباة إن شاء الله وطلب وإيقاف الإجراءات التنفيذية والتغيير ما قصره الله يوفقهم الله يوفقهم على التعب التعب التوياية مثلت قصة العائلة البغدادية التي حاولت جهات متنفذة الاستيلاء على أرضها واحدة من بين قصص عديدة لاقت الاستجابة الحكومية بعد عرض قناة التغيير لها لتمثل بشكل جلي الدور المحوري للإعلام كحلقة وصل بين المواطني والمسؤول من العاصمة بغداد بدر الركاب التغيير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر